اشتركوا في القناة انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم امرين اخرجوا الامام مالك في الموطع اكمل الحديث الشريف اعرف القرآن الكريم والسنة النبوية اذكر اقسام السنة مع الشرح عدد خصائص القرآن ثمانين ثاني الطهارة لغة هي النظافة والنقاء من الاوساخ الحسية والمعنوية التعليمة عرف الطهارة شرعا ثم بين مشروعيتها عدد انواعها مع الشرح ما الحكمة من الطهارة الوضعية الادماجية الايمان بالله اساس الدين واول واجب على الانسان ومنه يتفرع الايمان ببقية الاركان وهو ايضا شرط لقبول الاعمال ودافع قوي يحمل على الاستقامة التعليمة على ضوء هذا التعريف اكتب فقرة لا تتعدى ثمانية اسطر تتحدث فيها عن اثر الايمان بالله تعالى على سلوكك الوضعية الثانية اكمل قوله تعالى والسماء والطارق الى غاية الاخر الآية اشرح حافظ ذات الرجع الترائب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجولكم الى الكعبين صنف حسب الجدول ما يلي النياء المضمضة غسل يدين الكوعين مسح الرأس غسل الوجه مسح الاذنين فرائض الوضوء مننا وسنن الوضوء مننا اذكر ثلاثة من مبطلات الوضوء هذه الاشياء التي تبطل الوضوء طيب قال الله تعالى انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهر تنزيل من رب العالمين اكتب فقرة تتحدث فيها عن فضل تلاوة القرآن مبينا كيفية تأدب مع القرآن الوضعية الموالية يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج الى غاية انبطش ربك لشدد اكمل كتابة الآيات على ما يدور محور الصورة حول ماذا تتحدث صورة البروج اشرح المرادفات او المفردات الآتية البروج الاخدود نقامو قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم عرف الغسل شرعا ما هو حكم الغسل مع ذكر الدليل من القرآن اذكر فرائض الغسل دون شرح السند قال الله تعالى فلينظر الانسان الى طعامه سورة عباسة يدعون الله تبارك وتعالى في آية كثيرة من كتابه العزيز الى التأمل العميق في نعم الله علينا ويوجه انظارنا الى التفكير في مصدرها اكتب فقرة من ثمانة اسطر وفق ما درست تتحدث عن بعض نعم الله على عباده مستشهدا بما تحفظه من القرآن والاحاديث النبوية طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضع عرف الوضوء شرعا ما هي فرائض الوضوء حدد الحكمة من مشروعية الوضوء اذا تعذر على المصلي الوضوء الى ماذا يلجأ قال الله تعالى يا أيها الذين امنوا اذا ندي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا الى ذكر الله واذروا البيع ذلكم خير لكم لان كنتم تعلمون اكتب فقرة لا تتعدى عشرة اسطر تبين فيها الحكمة من تشريع صلاة الجمعة طيب انمروا للحل قبل من مروا للحل كان وضعيات اخرى وضعيات اخرى عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس اكمل الحديث اشرح ما يلي اغتنم وهرمك وسقمك ما المقصود او ما المقاصد التي نستخرجها من الحديث الوضعية الثانية بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ان خيانة الامانة من علامات النفاق عرف الامانة ما عاقبة من لا يحافظ على الامانة اذكر ثلاثة وجوه لها طيب الصدق داروا الصدق عرف الصدق وعدد انواعه ما اهمية الصدق اذكر انه ثلاث ثمرات للمتصف بالصدق يكفي طيب نشوف الحل 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 تتربية اسلامية نبدأ بالوضعية الاولى اكمال الحديث الشريف عن امام مالك رضيها او عن الامام مالك ابن انس انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم امرين لن تظلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اخرجه الامام مالك في الموطع تعريف القرآن والسنة النبوية القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوصلة جبريل بلسان عربي مبين المتعبد بتلاوته المنقول الينا بالتواتر والمكتوب في المصاحف السنة النبوية ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن سواء كانت قول او فعل او تقرير اقسام السنة مع الشرح السنة القولية ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ في مختلف الأغراض والمناسبة مثل ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة هذه السنة قولية السنة الفعلية هي التي فعلها يا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي نقالها الصحابة مثل وضوئه وكيفية صلاته ومثل ما روته عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخمش إذن هذا فعل إذن سنة فعلية التقريرية ما صدر عن الصحابين أو أكثر من أقوال أو أفعال وعالم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها أي أقرهم عليها وأظهر استحسانه له ومن ذلك ما ثبت عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين طيب خصائص القرآن الكريم الشمول شمول أحكام القرآن الكريم لكل نواحي الحياة يتميز بصلاحية أحكامه لكل زمان ومكان نزله مفرقا في ثلاث وعشرين سنة حتى يسهل حفظه وفهمه وتطبيقه تعهده الله بحفظه من التبديل والتحريف حيث قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ يتميز بإعجازه في كافة المجالات الوضعية الإدماجية تعريف أو الوضعية الثانية تعريف الطهارة الطهارة شرعا هي إزالة الحدث الأصغر والحدث الأكبر وإزالة النجاسة عن الثياب والجسم ومكان الصلاة مشروعيتها الطهارة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ لأجل أداء العبادة كالصلاة والطواف ببيت الله الحرام ولمس المصحف وأدلتها القرآن قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى وثيابك فطهر السنة النبوية منها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهر أنواع الطهارة مع شرع طهارة معنوية أي باطنية ويقصد بها طهارة القلب والروح والنفس من الشرك والحقد والكراهية بواسطة التوبة إلى الله طهارة حسية أي ظاهرية ويتنقسم إلى طهارة من الخبث وهي إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكان صلاته طهارة من الحدث ويقصد بها الغسل والوضع وهما طهارتان مائيتان وهناك طهارة ترابية تعوضهما وهي تيمم الحكمة من الطهارة الإسلام دين النظافة والجمال لذلك يحرص على أن ينظف المسلمون أبدانهم ويلبس أطهر الثياب وتفوح منهم رائحة رائحة طيبة كما أنه في الإسلام هناك علاقة بين الظاهر والباطن فالمسلم ينبغي أن يكون أحرص على تطهير نفسه وباطنه من أخلاق السوء كما يحرص على نظافة بدنه وكل الطهارتين سبب لمحبة الله تعالى قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهين الوضع الإدماجية الإيمان بالله هو التصديق الجازم بوجود الله تعالى وبأنه رب كل شيء وأنه الخالق وحده وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شرك له ومن الآثار العظيمة للإيمان بالله ثمار طيبة تطهر سلوك وعلاقات فمع الله بأداء الواجبة والعبادة لأن من ضرورية الإيمان أن يؤدي العبد المؤمن كل ما أوجبه الله من العبادة في وقتها المحدد ودون تكاسل ومع نفسي من خلال ما أتصف به في جميع الظروف والأحوال التي تمر بي فأصبر عند البلاء وأشكر عند الرخاء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابه صراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له وهكذا أحيا آمنا مطمئنا عزيزا كريما وكذا مع الناس فالإيمان يؤثر على سلوكي بشكل إيجابي ويجعلني أتصف بصفات حميدة مثل طهارة قلبي فأنا مؤمن والمؤمن قلبه سليم من الرذائل لا يحسد ولا يتكبر ولا يحقد على أحد فأنا لا أظلم الناس ولا أعتدي على حقوقهم ولا أسب ولا أكذب ولا أسرق ولا أرتكب المحرمات وأحترم الناس في جميع أحوالي لأني أستحي من الله اكمل سورة الطارق يكتب رقم الآيات ويشكل الآيات فقط اجتملت سورة الطارق على ذكر قدرة الله تبارك وتعالى في خلق الإنسان وقدرته على إماتته وإحيائه مرة ثانية يوم القيامة شرح المفردة حافظ ملك يكتب أعمالا إنسان الترائب يا عظام الصدر ذات الرجع أي ذات مطر المطر لرجوعه في كل حين وفي كل مرة فرائض الوضوء أني يوم مسح الرأس غسل الوجه سنن الوضوء المضمضة غسل اليدين إلى الكوعين ومسح الأذنين ثلاث من مبطلات الوضوء كل سائل خرج من المخرجين زوال العقل بنوم أو إغماء أو جنون وخروج الريح الوضعية القرآن الكريم وكلام الله المنزه عن الخطأ والمعجز بألفاظه ومعانيه المتعبد بتلاوته أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بوصلة جبريل منجما طيلة ثلاث وعشرين سنة وفي تلاوة القرآن أجر عظيم حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة هذا والقارئ للقرآن له بكل حرف حسن والحسن بعشر أمثالها قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن والحسن بعشر أمثالها لا أقول لألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ولقراءة القرآن آداب يجب على القرآن أن يتحلى بها أن يكون طاهرا وأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وأن يرتل القرآن ويتدبر في معانيه وأن يختار الأوقات المفضلة لذلك طيب سورة البروج يكمل سورة البروج رقم الآية وشكل الكلمات يدور محور الصورة حول العقيدة الإسلامية وحادثة أصحاب الأخدود وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل الإيمان وأن الله تكفل بحفظ كتابه العزيز البروج هي مواقع الكواكب والنجوم الأخدود والخندق وهو الشق العظيم المستطيل في الأرض نقاموا أيكارهو وأنكارو الغسل شرعا وتعميم الجسم بالماء مع الدلك بنية رفع الحدث حكم الغسل الأصل في الغسل أنه واجب لإزالة الحدث الأكبر الجنابة والحيض والنفس وهو سنة للجمعة والعيدين ودخول مكة والمدينة أدلته من القرآن قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا فرائض الغسل الموالاة والفور تعميم جسم كله بالماء الدلك وتخليل الشعر كله تعريف الوضوء الوضوء شرعا طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة بنية التعبد فرائض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين مسح الرأس غسل اليدين إلى المرفقين غسل الوجه النية الفور والموالاة الدلك بإمرار اليد على العضو المخصول الحكمة من مشروعية الوضوء تطهير هذه الأعضاء بالماء الطاهر الطهور في الوضوء دعوة واضحة لتطهير من الآثام والذنوب ويكسب الجسم بهاء ونظافة ونورا إذا تعذر على المصل الوضوء يلجأ إلى التيمم ويتيمم طيب إكمال الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك اغتنم بمعنى انتهز واستغل سقمك مرضك هرمك أي شيخوختك المقاصد التي نستخرجها من هذا الحديث أداء العبادات وممارسة الأعمال الصالحة على الوجه الأكمل تطلبان استطاعة بدنية ومالية إذا صار الإنسان شيخا هارما أو مارضا أو ماتا فلا يمكنه تدارك ما فاته للوقت مكانته وأهميته لأنه هو الحياة وهو ذهابه وفي ذهابه ذهاب لها للمحافظة على الوقت ينبغي علي أن أداء الوجبات الدينية والدنيوية في أوقاتها دون تسويف مع تخصيص وقت للراحة علي أن أشكر الله على نعمات الصحة حتى لا أكون من المغبونين الخائنين العمر الحقيقي هو ما أغتنمه في حياتي وصحتي وفراغي وشبابي وغنائي تعريف الأمانة هي كل ما يكلف الإنسان بحفظه ورعايته ماديا كان أو معنميا وقد حث عليها الإسلام ونهى عن خيانتها وهي من صفات الأنبياء والرسل عاقبة من لا يحافظ على الأمنة العذاب الشديد يوم القيامة السمعة السيئة بين الناس احتلال مكان رذيلة في المجتمع وجوهها الاجتهاد في طلب العلم المحافظة على العهود والوعود والأسرار إتقان العمل أداء الواجب دينيا أو معنميا بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة